السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الثاني ثانوي العلمي الرائعين المتابعين دوما بإذن الله اليوم بدنا نبدأ في آخر قاعدة والحمد لله رب العالمين في قواعد الاشتقاق وهي الاشتقاق باستخدام اللوغاريتم طبعا طلابنا احنا اليوم حصتنا مقسمة الى جزئين الجزء الاول كيف انا بدي اشتق باستخدام اللوغاريتم طبعا تختلف عن مشتقة اللوغاريتم لا انا الان بدي اشتق باستخدام اللوغاريتم هاي الحالة الاولى والجزء الثاني في عنا مجموعة من اسئلة الاثبات اللي بإذن الله رح نحاول نناقشها مع بعض قبل ما ابدأ في المثال الاول وهكذا حبيت مع بعض انرتب بعض الامور بسم الله الرحمن الرحيم ياريت انه الجميع متابع معي نشوف بإذن الله كيف الشغل الان طلابنا بدنا نحكي عن قواعد الاشتقاق اخر قاعدة كانت هي الاشتقاق باستخدام اللوغاريتم لكن قبل الاشتقاق باستخدام اللوغاريتم خلينا نشوف مع بعض المثال الاول لنفترض انه المثال الاول بحكيلي انه f of x يساوي x تربيع لنفترض انه الاقتران الثاني واضع السؤال بحكيلي f of x يساوي 2 قوة x الان نشوف مع بعض المثال الثالث لنفترض انه f of x يساوي e والقوة يا استاذي والقوة مثلا x تربيع نشوف المثال الرابع واضع السؤال بحكيلي انه الاقتران f of x يساوي x والقوة مثلا e والله سؤال جميل المثال الخامس او الفكرة الخامسة انه الاقتران f of x يساوي x والقوة مثلا 2x تكعي الان خلينا نشوف مع بعض هاي الخمس امثلة شو الفرق بين مثال ومثال لو اجينا على المثال الاول رح الاحظ انه في عندي اساس وفي عندي اس الاساس هو x وهو متغير اما الاس فهو اثنين فهو عدد اذا كان عندي متغير والقوة عدد فانا بروح استاذي رأسا بروح بطبق قواعد الاشتقاق شو قواعد الاشتقاق؟ بنزل الاس ومنطرح منه واحد فمنيجي بنحكي انه f' للx تساوي الاثنين بتنزل اكس بطرح من الاس واحد اثنين ناقص واحد بعطيني واحد وعيب نكتب الواحد اذا اجاني متغير والاس عدد زي ما تعلمنا متغير والاس عدد بنزل هالعدد وبطرح منه واحد تمام نشوف ايضا المثال الرابع لاحظ المثال الرابع عندي اساس وعندي اس بلاحظ انه الاساس اكس هو عبارة عن متغير والاس اي برضو الاي هو عبارة عن عدد متغير والقوة عدد كيف بدي اشتق بدي اروح اطبق قواعد الاشتقاق فرح نحكي فبرايم للاكس يساوي الاي بتنزل هيا عم الاي بتنزل الان اكس وبطرح من الاس واحد فانه الاي وبطرح منها واحد اذا لاحظ اول ملاحظة بدي اياك تلاحظها استاذي اذا كان عندي الاساس متغير والاس عدد قواعد اشتقاق نشوف الان المثال الثاني المثال الثاني في عندي اساس وفي عندي اس بلاحظ انه الاساس عدد لكن الاس متغير هذا يسمى اقتران اسي وراح نروح نشتغل الان على قاعدة الاقتران الاسي كيف يا استاذي منشتغل الاقتران الاسي الاقتران الاسي زي ما تعلمنا ثلاث اقواس اول اشي الاقتران الاسي نفسه فيه مشتقة اسه الاكس مشتقتها واحد فيه لن الاساس كم الاساس يا استاذي الاساس اثنين اذا لاحظ عدد والاس متغير بروح باشتغل على قاعدة الاقتران الاسي برضو هذا الاي هو عبارة عن عدد والاساس هو عبارة عن متغير فهذا اقتران اسي واحنا ميزناه سمنا اسي طبيعي فكانت المشتقة اف برايم للاكس يساوي بفتح ثلاث اقواس والقوس الثالث فيش اله داعي بس احنا لانه فاهمين القاعدة نفسه بنزل اي قوة اكس تربيع مشتقة اسه اثنين اكس فيه لن الاساس طب شو الاساس يا استاذي الاساس اي ولن الاي قيمتها واحد فيش داعي نكتبها اذا لاحظ لحد اللحظة هاي شو اعطانا الاستاذ اياد اعطانا الاستاذ اياد معلومتين المعلومة الاولى يا استاذي انه اذا كان عندي عدد والاس متغير فانا رأسا بروح على قاعدة الاختران الاسي رقم اثنين اذا كان عندي متغير لكن القوة عدد فهذا عبارة عن قواعد اشتقاق مباشرة كثيرات حدود طيب نشوف المثال الخامس المثال الخامس بتميز انه الاساس متغير والاس ايضا متغير هانا ما بقدر اشتق لازم اروح ااخذ لغاريتم للطرفين اذا متى ناخذ لغاريتم للطرفين يا استاذي اذا انا كان عندي متغير والقوة متغير خلينا نشوف كيف بدنا نشتق الان واضح السؤال حاكي لي انه افل اكس يساوي اكس والقوة اثنين اكس تكعيب كيف الان بدي اشتق باجي بحكي هان هانا باخذ لن وهانا باخذ لن استاذي ليش اخذت لن للطرفين عشان لما ااخذ اللن بقدر احمل القوة واعملها معامل للن اذا طب يجوز ان ااخذ اللغ استاذي طبعا يجوز بس للسهولة احنا بناخذ اللن اذا امتى انا باخذ لن للطرفين اذا كان عندي متغير والقوة متغير طب ليش باخذ لن يا استاذي عشان احمل القوة واعملها معامل للن حسب قوانين اللغارتماب فبصير عندي لن اف افل اكس يساوي اثنين اكس تكعيب في لن الاكس اذا هاي اول شغلة اعملناها الان بروح باشتق الطرفين الان هنا عندي لن على طول بسط ومقام مشتقة الداخل اف برايم للاكس على الداخل نفسه اف للاكس اذا مشتقة الداخل على الداخل نفسه طيب الان كيف بدي اشتق هاي بلاحظ انه انا عندي حاصل ضرب اقترانين اذا اركز متغير والقوة متغير اول شغلة انا باخذ اللين للطرفين ليش باخذ اللين للطرفين عشان احمل القوة وانزلها الشغلة الثانية بروح باشتق الطرفين ونوع الاشتقاق دائما ضمني شو نوع الاشتقاق دائما ضمني الان باجي هنا مشتقة حاصل ضرب اقترانين الاول كما هو مشتقة الثاني الثاني كما هو مشتقة الاول الان الاول كما هو اثنين اكس تكعيب مشتقة الثاني لان الاكس مشتقته واحد على اكس مشتقة الداخل واحد على الداخل نفسه زائد الثاني كما هو لان الاكس في مشتقة الاول اثنين اكس تكعيب شو مشتقدها يا أستاذي ستة اكس تربية هيك أمورنا صارت مية بالمية بإمكاني أكمل وأرتب أكيد F' للأكس على F للأكس يساوي هاي مقامها واحد البسط بالبسط اثنين اكس تكعيب المقام بالمقام بعطيني اكس زائد هنا شو بصير عنا بصير عنا ستة لأن الأكس هاي كلها مضروبة في أكس تربيع شو عملت يا أستاذ والله الستة حبيت أحطها ولو انت ما حطيتها أمورنا مية بالمية بقدر أرتب أموري أكيد F' للأكس على F للأكس يساوي اثنين اكس تكعيب على اكس رح تعطيني اثنين اكس تربيع طب ليش يا أستاذي عند القسمة تطرح الأسس اكس هان قوتها ثلاث طب اكس هان قوتها واحد عند القسمة تطرح الأسس زائد ستة في لن الأكس مضروبة في أكس تربيع هل هيك انتهى الاشتقاق لا ضل عندي شغلة واحدة يا أستاذي اللي احنا منسميها الضرب التبادلي على واحد وبضرب ضرب تبادلي لما أضرب ضرب تبادلي شو بصير عندي بصير ف برايم للأكس في واحد بعطيني ف برايم للأكس نفس البص بنسخه اثنين اكس تربيع زائد ستة لن الاكس مضروب في اكس تربيع كله هذا مضروب يا أستاذي في اف في الاكس إذا لاحظ البص ضربته بالمقام في واحد ما بيأثر وهذا اف في الاكس رحه ضربته في المسألة كاملة هل انتهى الحل لا لسا ضايل عندي خطوة واحدة اف برايم للأكس يساوي هذا اف في الاكس برجع وين على نص السؤال وين برجع على نص السؤال وشو بنزلي يا أستاذي بنزل قيمته وهذا بنزل زي ما هو اثنين اكس تربيع زائد ستة لن الاكس هذا مضروب يا أستاذي في اكس تربيع طب مكان اف في الاكس شو بدي احط برجع يا أستاذي على نص السؤال وبنزل قيمته اف في الاكس ماذا يساوي اكس والقوة اثنين اكس تكعيب إذن هنا بنزل اكس والقوة اثنين اكس تكعيب هيك بيكون يا أستاذي انتهى الحل اذا استاذي انا متى باخذ للطرفين اذا اعطاني الاساس متغير والقوة متغير بس بدك تدير بالك على هاي الملاحظة اذا الاساس متغير والقوة عدد قواعد الاشتقاق بنزل هالعدد وبطرح منه واحد طب اذا كان يا أستاذي عندي عدد والقوة متغير هذا اختران اسي اما ان يكون اسي عادي واما ان يكون اختران اسي طبيعي طب استاذي اذا جاب لي الاساس اكس والقوة اكس في هاي الحالة لازم اول خطوة نوخذ لن للطرفين الخطوة الثانية بستخدم خصائص اللغاريتم وبحمل القوة وبعملها معامل للن الخاصية الثالثة او الخطوة الثالثة باشتق الطرفين زي ما انتوا شفتوا اشتقاق ضمني بعدها منضرب ضرب تبادلي واخر خطوة بروح على الاقتران الاصلي وشو بعمل بنزل قيمته خلينا الآن بسم الله واضع السؤال بحكيلي جد المشتقة الاولى للاقترانات الاتية قبل ما اشتق بسأل حالي سؤالي صغير انا رايح فين انا راجع تاني انا لازم افهم شو لازم اشتق الاكس متغير والقوة متغير اذا انا قاعد بتعامل مع متغير والأس ايضا يا استاذي متغير في هاي الحالة يجب ان ناخذ اللغاريتم او اللن للطرفين المساواة يا جميل الملامح بتنزل y بتنزل x قوة x بتنزل الآن بدي اخلع لن للطرفين باجهان بحط لن وباجهان بحط لن استاذ ليش اخذت لن للطرفين عشان اقدر احمل الاكس واعملها معامل لن استاذ قبلي طبعا بعد المساواة يا زرنة فهان شو بصير عندي لن يساوي x مضروب في لن الاكس هيك لحد اللحظة هاي امورنا مية بالمية الان بدي اشتق الطرفين اول ما اشوف لن بسطو مقام هذا سمنا الداخل مشتقة الداخل y برايم على الداخل نفسه y لكن هانا عندي حاصل ضرب اقترانين دائما يا استاذي نعم دائما يا استاذي حاصل ضرب اقترانين بفتح اربع اقواس بينهم عملية جمع نشوف شو بيصير الاول كما هو اكس مشتقة الثاني هاي اكس بنسميها الداخل مشتقة الاكس واحد على الداخل نفسه زائد الثاني كما هو لن الاكس في مشتقة الاول طب الاكس شو مشتقتها الاكس مشتقتها واحد طب يا استاذي يلا نرتب يلا نرتب نكمل المسألة بالاعلة واي برايم على واي تساوي اكس في واحد على اكس الاكس مع الاكس بتروح بعطيني واحد زائد لن الاكس في واحد بعطيني لن الاكس الان مسألتي على واحد وبروح بخلعها ضرب تبادلي لما اضرب ضرب تبادلي بصير عندي واي برايم يساوي واي برايم ماذا يساوي لاحظ واي برايم في واحد واي برايم هاي الواي بدي اضربها في المسألة كاملة واحد زائد لن الاكس الان لازم اروح ابدل قيمة واي كيف يا استادي بروح بمسح قيمة واي المساحة طبعا حاطينها على تسعة تلاف تابع معي الان كان هيك السؤال الان بدي اشيل قيمة واي وانزل قيمتها طب استادي واي شو قيمتها واي قيمتها اكس قوة اكس هيك الحمد لله رب العالمين منكونا انهينا المثال الاول وامرنا طلاب مية بالمية ننتقل الان الى المثال الثاني اذا شو اللي بده اياه الاستاذ اياد لحد اللحظة الاستاذ اياد بده منك شغلتين اتميز متى بشتق على قواعد الاشتقاق انه بنزل العدد وبطرح منه واحد متى ببين عندي الاقتران الاسي ومتى باخذ لن للطرفين طول ما انت فاهم واحد اثنين ثلاث اذا امورك مية بالمية باذن الله نشوف انا الان بلاحظ انه عندي الاكس يا استاذ متغير والقوة جذر اكس برضو متغير اذا بروح بخلع لن للطرفين شوف شو بصير السؤال بصير لن الواي يساوي لن اكس الجذر التربيعي لأكس كلام سليم استاذ طب ليش بتاخذ لن للطرفين خليني هسا احكي لك ليش باخذ لن للطرفين لانه من خصائص اللغاريتم اني بقدر احمل القوة واعملها معامل للن فبصير عندي جذر اكس مضروب في لن الاكس هيك الحمد لله امورنا مية بالمية اتفقنا انه هذا الجزء طول عمره ضمني وهذا الجزء طول عمره حاصل ضرب اقترانين هذول الشغلتين اياك نعبد وياك نستعين فش فيه المجال هذا الجزء اشتقاق ضمني وهذا الجزء يا استاذي هو عبارة عن حاصل ضرب اقترانين منيجي الان نشتق اول ما اشوف لن بخلع بسط ومقام العلم بحكيلي مشتقة الداخل واي براي على الداخل نفسه واي حاصل ضرب اقترانين الاول كما هو جذر اكس فيه مشتقة الثاني طب الثاني يا عمي ما هو لن بحكي مشتقة الداخل واحد على الداخل نفسه هي الاول فيه مشتقة الثاني زائد الثاني كما هو لن الاكس ضرب الان بدي انا اشتق الاول جذر اكس كيف بشتق بسط ومقام مشتقة الداخل يعني اكس مشتقتها واحد على اثنين في الجذر نفسه لحد اللحظة هاي الحمد لله امورنا مية بالمية الان نرتب افضل y على y تساوي جذر اكس على اكس زائد بسط ومقام البسط لن الاكس والمقام اثنين جذر اكس لحد اللحظة هاي الحمد لله امورنا مية بالمية لكن هان حاب اوضح فكرة جدا جدا بسيطة لازم الكل يكون عارفها الان استاذي اكس على جذر اكس عند القسمة تطرح الاسس واحد ناقص نص نص بعطيني جذر اكس شو هاضي يا استاذ انا حكيت عند القسمة تطرح الاسس الاس بسط واحد عفوا البسط اس واحد ثنانيا المقام اس ونص واحد ناقص نص نص والنص هي نفسها الجذر التربيعي الى اكس طيب لو حكى لي استاذي الجذر التربيعي الى اكس على اكس برضو عند القسمة تطرح الاسس اللي فوق البسط الاسس تبعه نص المقام الاسس تبعه واحد نص ناقص واحد سالب نص يعني واحد على الجذر التربيعي لأكس ضروري هذول ندكنه منيح ونسيطر عليهم الآن نيجي منكمل خليني بالله هاي المسألة منأجلها لبعدين الآن واي براي على واي تساوي الجذر التربيعي الى اكس على اكس زي ما تعلمنا بعطيني واحد هايها الجذر التربيع الى اكس على اكس بعطيني واحد على الجذر التربيعي الى اكس زائد لن ال اكس على اثنين في الجذر التربيعي الى اكس طب الآن أستاذي هاي شو مقامها هاي مقامها واحد بدي أضرب الآن ضرب تبادلي يساوي يضرب كل هاي المسألة طيب شو هي المسألة واحد على الجذر التربيعي لأكس زائد لأن الأكس على اثنين في جذر أكس لكن ظل عندي خطوة واحدة مكان أستاذي لازم أشيل قيمتها زي ما إنت شايف وأعوض واي ماذا تساوي واي يا أستاذي تساوي أكس والقوة جذر أكس هيك الحمد لله رب العالمين انتهت المسألة بحمد الله إذن أستاذي ممكن ترجم لنا خطوات هالحل يلا خلينا نترجم خطوات الحل مع بعض أول خطوة أستاذي من خطوات الحل لما يكون عندي متغير والقوة متغير أول شغلة بدك تعرفها أول خطوة بعملها أنا باخذ ذل يا أستاذي للطرفين أستاذ ليش بتأخذ ذل بحكي لك في الخطوة الثانية عشان أروح أشغل خصائص اللغاريتم يعني بحمل القوة بعملها معامل الخطوة الثالثة رح أروح أشتق الطرفين هذا الطرف نوع الاشتقاق ضمني وهذا الطرف نوع الاشتقاق حاصل ضرب اقترانين كويس الآن لما يكون عندي لنه أشتق ضمني رح يظهر بص ومقام فرح نروح نعمل يا أستاذي ضرب تبادلي وبعد ما نضرب ضرب تبادلي ونخلص منرجع شو منعمل منرجع قيمة الواي اللي هي نفسها ممكن تكون اف اوف ال اكس من وين منرجعها أستاذي بتروح بترجع لي ياها من السؤال هيك احنا الحمد لله رب العالمين أمورنا لوز نشوف هذا المثال اللي تركنا واسمحوا لي أحله هنا المثال الثالث بحكي لي واضع السؤال واي تساوي فاتح لقوس اكس تربيع زائد ثلاث والكل قوة اكس الآن راح قوس مرفوع لأس هذا نوع أو مركب لكن شو المشكلة انه عندي الاساس متغير والقوة متغير اذا عطول لن للطرفين اول خطوة باجي بحكي لن الواي يساوي الآن بدي احكي لن الاكس تربيع زائد ثلاث قوة اكس بحملها وبحطها قدام لن لاحظ الآن انا صار عندي شوية خبرة نحكي بالاشتقاق فصرت اخصر خطوة بدل ما احط خطوة جديدة لا على طول القوة تحول الى معامل الآن بدي اشتق هنا بص مقام نوع الاشتقاق ضمني وهنا نوع الاشتقاق حاصل ضرب اقترانين الآن الآن اللن بنساه هاي الداخل مشتقة الداخل واي برايم على الداخل نفسه واي تساوي حاصل ضرب اقترانين الاول كما هو اكس ضرب مشتقة الثاني هذا هو الثاني بلاحظ انه في لن بشير اللن بحط مكانها بسط ومقام مشتقة الداخل اثنين اكس على الداخل نفسه اكس تربيع زائد ثلاث هاي الاول في مشتقة الثاني زائد استاذ وين راح اللن بالله بدينك هذا سؤال وين راح اللن حكينا لما بدي اشتق اقتران اسي بنزل الاقتران الاسي نفسه لكن لما بدي اشتق اقتران لغارث اول شغلة بعملها بضحي باللغارث وبحط مكانه وبص ومقام يا استاذي تمام الاول كما هو في مشتقة الثاني زائد الثاني كما هو لن الاكس تربيع زائد ثلاث في مشتقة الاول واحد لحد اللحظة هاي الحمد لله الامور ممتازة الان واي برايم على واي يساوي بسطو مقام اكس في اثنين اكس بعطيني اثنين اكس تربيع على اكس تربيع زائد ثلاث زائد لن الاكس تربيع زائد ثلاث كل المسألة طبعا على اكم على واحد الان بدي اضرب ضرب تبادلي واي برايم في واحد واي برايم يساوي واي بدل ما احطها هان على طول بنزل قيمتها طب واي شو قيمتها يا استاذي واي قيمتها اكس تربية زائد ثلاث قوة اكس هي قيمة واي بكمل اثنين اكس تربيع على اكس تربيع زائد ثلاث زائد لن الاكس تربيع زائد ثلاث هيك الحمد لله رب العالمين امورنا باذن الله مية بالمية نشوف الان مع بعض هذا المثال الرابع اول شغلة بلاحظ انه عندي الاساس متغير والاس متغير اذا لازم اروح اول شغلة اعملها اخذ لن للطرفين فبيصير عندي لن الواي يساوي لن في ايش استاذي في اكس والقوة ساين اكس بقدر احط ساين اكس على طول بدل ما يكون قوة نزلته معامل للن ها النوع الاشتقاق ضمني ها النوع الاشتقاق حاصل ضرب اقترانين نشتق الان اول ما اشوف لن بضح باللن مشتقة الداخل واي برايم على الداخل نفسه تساوي حاصل ضرب اقترانين الاول كما هو يا استاذي ساين الاس في مشتقة الثاني الثاني لن بروح لن مشتقة الداخل واحد على الداخل نفسه هاي الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني كما هو لن الثاني كما هو وهو لن الاس في مشتقة الأول شو مشتقة الساين مشتقة الساين كوساين اكس في واحد هاي هيك هانا لاحظ اشتقت ضمني وهانا اشتقت حاصل ضرب اقترانين الآن هاي كلها على واحد وبدأ اضرب ضرب تبادلي واي ابرايم بتنزل يساوي استاذي بدل ما تنزل قيمة واي عفوا بدل ما تحط واي نزل قيمتها واي ايش قيمتها اكس والقوة ساين للأكس ضرب وبنسخ هاي المسألة كلها زي ما هي ساين اكس في واحد على اكس راح تعطيني ساين اكس على اكس زائد لن الاكس مضروبة يا استاذي فيك ساين الاكس مش تختصر الاكس مع الاكس دير بالك هيك الحمد لله رب العالمين امورنا ممتازة اذا الاستاذ اياد تقريبا له ثلث ساعة بعطينا في حصة شو مجمل هاي الحصة او شو بتحكي هاي الحصة هاي الحصة بتحكي عن ثلاث امور رئيسية الموضوع الاول اذا كان الاساس متغير والقوة عدد نزل العدد واطرح منه واحد كويس لكن اذا كان اذا كان انني عدد والاس متغير فهذا اقتران اسي اما ان اختران اسي واما ان يكون اختران اسي طبيعي كلام جميل لكن الشغل الثالثة اللي ركزنا عليها اليوم وهي اذا كان عندي متغير والقوة متغير في هذه الحالة متغير والقوة متغير يجب ان نأخذ لغريتم للطرفين الآن خلينا نشوف مع بعض كيف أنا ملخص لكم الخطوات تبعات الحل بسم الله الرحمن الرحيم طريقة الاشتقاق اللغريتمي أولا يا أستاذي نأخذ اللغريتم الطبيعي للطرفين يعني بالعربي لن ثم استخدام خصائص اللغريتم يعني بحملها القوة وبعملها معامل للغريتم اشتقاق المعادلة ضمنيا بالنسبة لإكس هذا الطرف الأيسر أما الطرف الأيمن نشتق حاصل ضرب اقترانين بعدها من حل المعادلة ومن ثم بدال f of x y يعني بالعربي نضع قيمة y هيك طلابنا الحمد لله رب العالمين أمورنا مية بالمية الآن زي ما حكينا بدنا ننطلق إلى بعض مسائل الإثبات اللي فيها تشكيلة منيحة أسئلة الإثبات صعبة يا أستاذ بالعكس أسئلة الإثبات لازم الطالب يستمتع وهو بحلف هاي الأسئلة خصوصا إنه هو عارف شو الإجابة النهائية بحكي لي إذا كان يساوي كوساين كوسيكانت X زائد كوتان X قوة N N عدد صحيح موجب أثبت أن المشتقة الأولى تساوي هذا المقدار أول شغلة بدي أعملها أستاذي هذا المقدار بدي أشيله من الوجود ولا كأنه موجود بدي أوجد المشتقة الأولى ونرتبها بحيث تصبح بهذا الشكل أول شغلة بلاحظ إنه Y موضوع للقانون إذن الحمد لله نوع الاشتقاق عادي Y لما أشتقها رح تنزل D ال Y على D ال X ويساوي الآن عندي متغير والقوة عدد إذن قواعد الاشتقاق هو حكي لي إنه N عدد الآن بتنزل القوس كما هو نسخ كوسيكنت ال X زائد كوتان ال X وبطرح من الأس واحد القوة N ناقص واحد بعدين بدي أضرب في مشتقة اللي جوه القوس الكوسيكنت حكينا من النواسخ فبنزل عندي أستاذي بالله نزيح للقوس شوي هيك على أساس إنه أمورنا تكون أفضل بإذن الله الآن الكوسيكنت من النواسخ شو مشتقته كوسيكنت في إيش يا أستاذي كوسيكنت ال X في كوتان ال X مضروب في سالب هاي السالب حطينا هان زائد بتصير ناقص الكوتان شو مشتقته الكوتان مشتقته سالب كوسيكنت تربيع لل X لحد اللحظة هاي الأمور جميلة يا جميل الملامح لاحظ عندي هان أستاذي كوسيكنت X وعندي هان كوسيكنت X تربيع بقدر أسحب وحد منها نعام المشترك خلينا نسحبها بتصير هاي السالب اللي هان نزل وهيا عمل N نزله والكوسيكنت هاي يا أستاذي كوسيكنت X أنا نزلته الآن باجي على هذا القوس هذا القوس إيش هو أستاذي ولا عملنا فيه إيش كوسيكنت X زائد كوتان يا أستاذي لمين لل X والقوة الناقص واحد ضرب الآن لما أنا سحبت السالب من هان عامل مشترك إذن هاي الإشارة أستاذي يجب أن تصبح موجبة ليش يا أستاذي هان كان عندي سالب وهان كان عندي سالب سحبت السالب عامل مشترك هاي صارت موجبة وهاي صارت موجبة طب شو ظل عندي هان أستاذي ظل عندي يا أستاذي كوتان الأكس زائد كوسيكنت تربية أخذنا منها كوسيكنت واحدة بظل عندي يا أستاذي كوسيكنت واحدة ويساوي سالب N بتنزل يا أستاذي كوسيكنت X بتنزل الآن لاحظ كوسيكنت X زائد كوتان كوتان زائد كوسيكنت وعملية الجمع عملية تبديلية كويس وعند الضرب تجمع الأسس N ناقص واحد زائد واحد سالب واحد مع موجب واحد بروح شو بتنزل N إذن بظل هان أستاذي كوسيكنت X زائد كوتان للX والقوة N ويساوي هيك أنا انتهى نصي السؤال انتهى شغلي هل أنا أثبت المطلوب برجع على السؤال بفقد السالب موجود هاي السالب ال-N موجودة هاي ال-N الكوسيكنت موجودة هاي يا عمي كوسيكنت X كويس الآن هاي Y من وين أنا بدي أجيبها بحمل حالي دائما في مسائل الإثبات 99% أستاذي من مسائل الإثبات يتم الاستعانة بنص السؤال برجع على نص السؤال بلاحظ إنه كوسيكنت زائد كوتان قوة N هاي كلها تساوي Y إذن هاي كاملة هي وقوتها ماذا تساوي Y وهو المطلوب الآن بعض الطلاب رجعوا سألوني في هذا السؤال أستاذ على موضوع العامل المشترك خلينا بالله بس أوضح لكم شغلة العامل المشترك الآن أنا أجيدي أشتقل جوة القوس الكوسيكنت من النواسخ سالب كوسيكنت X في كوتان X الآن هاي ناقص هاي عبارة يا أستاذي عن زائد هاي زائد بدي أشتقل كوتان ما هو الكوتان سالب كوسيكنت تربيع X الآن هان عندي سالب وهان عندي سالب إذن سحبت سالب كوسيكنت X عامل المشترك هان سالب على سالب موجب كوسيكنت على كوسيكنت بروحوا مع بعض شو بيظل عندي؟ بيظل عندي كوتان X الآن سالب على سالب بعطيني موجب كوسيكانت تربيع على كوسيكانت بعطيني كوسيكانت للإكس وهذا أنا اللي عملته في هاي المسألة هيك الحمد لله رب العالمين أمورنا مية بالمية إذن لاحظ المثال الأول اللي أثبتنا يا أستاذي كان مثال جدا سهل مثال جدا متواضع بسيط يعني يصلح كمقدمة لمسائل الإثبات خلينا الآن نشوف مع بعض المثال الثاني إذا كان إكس لا يساوي سالب واحد يعني المقام معرف أثبت أن المشتقة الثانية تساوي هذا المقدار هذا سؤال الأول تصنيفه جيد المثال الثاني تصنيفه جيد جدا خلينا نشوف طالب مشتقة ثانية أول شغله بوجد مشتقة أولى ثاني شغله بوجد مشتقة ثانية ثالث شغله الانتباه إلى نص السؤال يا إلهي يا أستاذي نص السؤال قديش مهم في مسائل الإثبات الآن نوع الاشتقاق عادي دي واي على دي للإكس يساوي اقتران على اقتران أربع أقواس بينهم عملية طرح المقام كما هو طبعا نبهنا المقام اللي تحت يا أستاذي مش كالعادة تصير تهبد بالانتحان اتلاخم المقام كما هو إكس زائد واحد مشتقة البسط واحد وعيب نكتبها ناقص البسط كما هو طبعا البسط اللي فوق بحب أذكرك البسط كما هو في مشتقة المقام واحد عيب نكتبها بتعرفوا كلنا أخلاق على المقام تربيع إكس زائد واحد والله هيا أستاذي بتترتب إكس زائد واحد في واحد إكس زائد واحد ناقص إكس في واحد إكس على إكس زائد واحد الكل تربيع ويساوي إكس أسالب إكس بروح مع بعض إذن دي واي على دي إكس تساوي شو عندي بالبسط واحد شو عندي بالمقام إكس زائد واحد الكل تربيع هيك الحمد لله رب العالمين أوجدنا المشتقة الأولى الآن بدي أوجد المشتقة الثانية إما برفع هاي قوة سالب اثنين بصير مركب أو بشتق ثابت على إقتران ترى مش رح تفرق كثير نوجد الآن المشتقة الثانية المشتقة الثانية دي تربيع للواي على دي للإكس تربيع تساوي ثابت على إقتران أنا حاب أشتق المقام كما هو إكس زائد واحد الكل تربيع أو بلاش نمشي على القاعدة الرئيسية نمشي على القاعدة الفرعية اللي حكناها شو هي القاعدة عكس إشارة الثابت سالب واحد في مشتقة المقام على المقام تربيع إكس زائد واحد تربيع الكل تربيع عكس إشارة الثابت عكسنا الآن بدي أشتق المقام لاحظ المقام نوعه مركب لاثنين بتنزل القوس كما هو إكس زائد واحد وبطرح من الأس واحد مضروب في مشتقة اللي جوه القوس الإكس مشتقتها واحد والواحد يعني ثابت مشتقتك صفر هيك أمورنا ممتازة بدها شوية ترتيب تنشوف سالب واحد ضرب اثنين هسهان واحد زائد صفر واحد فهي ما بتأثر على عملية الضرب سالب واحد ضرب اثنين سالب اثنين في اكس بعطيني سالب اثنين اكس كويس أو خليها سالب اثنين مضروبة في اكس زائد واحد على اكس زائد واحد قوة القوة بضرب اثنين ضرب اثنين بعطيني أربعة كويس القوس اللي فوق عندي الاس تابعه يساوي واحد القوس اللي تحت قوة اربعة فهاي مع هاي بتروح فبيصفي عندي القوة ثلاث فبتصير المشتقة الثانية سالب اثنين على اكس زائد واحد الكل تكعيب والله لحد الان شغلنا جدا رائع وشغلنا جدا ممتع الان المشتقة الثانية على ديل الاس تربيع يساوي عندي بالبسط سالب اثنين عندي بالمقام اكس زائد واحد تكعيب هيك انا الحمد لله اوجدت المشتقة الثانية الان بروح على نص السؤال بشوف والله السؤال شو طالب مني اثبت السالب اثنين الحمد لله موجودة طب ايه انا عندي هذا الحمد لله رب العالمين ولا الو علاقة في هذا الموضوع الان صار بيننا اشكالية مين بحل هذا الخلاف نص السؤال يا استادي مين البحل هذا الخلاف نص السؤال نرجع على نص السؤال نص السؤال بحتي لي انه واي تساوي اكس على اكس زائد واحد كويس انا عندي بالمقام اكس زائد واحد تكعيب هنا عندي اكس تكعيب اذا لابد انه في خلل عندي بالمقام على واحد وبضرب ضرب تبادلي بصير عندي اكس زائد واحد يساوي يا استادي اكس على واي شو عملت استادي ضربت هاي في هاي وقسمت على واي كلام جميل ضربت هاي في هاي وقسمنا استادي شو اللي صار معنا نرجع على نص السؤال نوضع واي تساوي اكس على اكس زائد واحد الان واي تساوي اكس على اكس زائد واحد نرجع نوضحها بلاش نستعجل ولا سمح الله ما نفهم تابع الان معي الان احنا حكينا انه من نص السؤال واي تساوي اكس على اكس زائد واحد على واحد بضرب ضرب تبادلي فبصير اكس زائد واحد في واي تساوي يا استادي اكس بالقسمة على واي بالقسمة على واي هاي مع هاي بتروح اذا اكس زائد واحد تساوي اكس على واي انا بدي اكس زائد واحد الكل تكعيب بكعب الطرفين فهاي الاكس راح تصير اكس تكعيب وهاي الواي راح تصير واي تكعيب درجع الان على مشتقتي دي تربيع للواي على دي لل اكس تربيع تساوي عفوا البسط سالي باثنين المقام اكس زائد واحد تكعيب هو اكس تكعيب على واي يا استادي تكعيب كلام جميل الماء له مقام مقامه واحد الان البعيدين بالبسط والقريبين بالمقام فبصير السؤال سالي باثنين واي تكعيب على اكس تكعيب ولاحظ انه وهو المطلوب الحمد لله اذا لاحظ قديش الروعة في هذا السؤال الروعة والمتعة والاثارة والاتقان في هذا المثال وهو مثال ترى تصنيفه جيد جدا لسه ما فتنا على الاسئلة اللي تصنيفها ميم واو اول شغلة في مسائل الاثبات انا ننظر لأعلى مشتقة والله مشتقة ثانية بوجد اولى ثانية بعدها بشوف شو الفرق بين اللي انا طلعته واللي هو طلعت ومين الشيخ اللي بيفصل بيننا في هذا الخلاف نص السؤال يا استاذي هذا مثال بصراحة يا استاذي سؤال مش سهل السؤال الثالث خلينا نبدأ فيه ونطبق نظرية تاتا تاتا شو يعني تاتا تاتا يعني الله واسم الله نعم اذا كان اكس زائد واي اكلنا هوى على طول نوع الاشتقاق ضمني الان بحكيلي فيه هنا مشتقة اولى كويس فيه هنا مشتقة ثانية اذا اول اشي بوجد مشتقة اولى ثاني اشي بوجد مشتقة ثانية بعدين الله بفرجها خلينا نبدأ بالمشتقة الاولى الاكس مشتقتها واحد زائد الواي مشتقتها واي برايب يساوي ساين الواي ساين الواي شو مشتقة الساين مشتقة الساين قوساين نفس هاي الزاوية بتنزل في مشتقتها في واي برايب كلام جميل الان هيك الحمد لله اوجدنا احنا يا استاذي المشتقة الاولى طب استاذي نوجد مشتقة ثانية يلا نوجد مشتقة ثانية طبعا بامكاني انقل هاي واسحب عامل مشترك او بامكاني اشتق بالله خلينا نشتق الواحد مشتقته صفر واي برايب مشتقتها واي ضبل برايب مشتقة ثانية تساوي قوساين الواي اها عندي حاصل ضرب اخترانين الاول كما هو قوساين الواي والله في طلاب توجيهي لحد اللحظة هاي ما بعرف انه هاي حاصل ضرب اخترانين ليش تركيزه بالحصة الحمد لله صفر الان الاول كما هو الثاني واي برايب مشتقته واي ضبل برايب زائد الثاني كما هو واي برايب بدي اشتق الاول مشتقة الكوساين سالب سايد نفس الزاوية بتنزل واي في مشتقتها يا عمي واي برايب هذا اللي حطنا خلينا نشيله والله ما نعارف ليش حطيته انا على كل حال نشوف مع بعض بسم الله صار سؤالي واي ضبل برايب يساوي صفر زائد طبعا الصفر ما الوجود تمام صار اندي هان يا استاذي كوساين الواي مضروبه في واي ضبل برايب موجب في سالب يا عمي هاي السالب واي برايم في واي برايم هاي بتعطيني واي برايم تربيع مضروب في مين مضروب في ساين الواي لحد اللحظة هاي امورنا ممتازة مية بالمية الحمد لله الان انا والله اوجدت مشتقة اولى واوجدت مشتقة ثانية واضع السؤال لاحظ شو بحكيلي بحكيلي استاذي ان واي برايم الكل تربيع تساوي طب هاي عندي واي برايم الكل تربيع اذا لازم اروح اقسم المسألة كلها على ساين الواي طيب مبدئيا بالله خليني انقل هاي هان وخليني اجيب هاي هان ونشوف كيف الامور تنمشي استاذ ليش نقلتها لانه هانا واي برايم تربيع موجبة هانا عندي سالبة فصارت عندي واي برايم الكل تربيع تساوي كساين الواي مضروبة في واي ضبل برايم كويس نقلنا هاي صارت ناقص واي ضبل برايم لحد اللحظة هاي امورنا يا استاذي ممتازة كل هاي المسألة مقسمة مقسمة على مين يا استاذي على ساين الواي لحد اللحظة هاي الحمد لله الامور عنا ايش مالها ممتازة الان لاحظ واي ضبل برايم ساحبها عام المشترك يلا يا جميل الملامح واي برايم الكل تربيع اذا لاحظ انا قاعد بغش من نص السؤال واي برايم تربيع والله زبطناها واي ضبل برايم ساحبينها عام المشترك هيا عمي واي ضبل برايم بفتح الان قوس شو بصير عندي بصير عندي كساين الواي على مين يا استاذي على ساين الواي ناقص الواي برايم اخذناها عام المشترك واحد على ساين الواي هو يساوي واي ضبل برايم ضرب الكساين على الساين شو بعطيني يا استاذي بعطيني كتان الواي ناقص الواحد على الساين بعطيني كسيكنت الواي هل هذا هو المطلوب خلينا نرجع بهدوء فعلا واي ضبل برايم في كتان الواي في كسيكنت الواي وهو المطلوب الحمد لله اذا لاحظ مسائل الاثبات اول شغلة ننظر الى اعلى مشتقل مشتقل ثانية اوجدناها بعد هيك بهمني جدا نص السؤال نشوف الان هذا مثال رقم ثلاث نشوف المثال الرابع اذا كان ساين الواي يساوي تاني الاكس واضح انه عندي نوع الاشتقاق في هذا المثال ضمني نروح باشتق ساين الواي مشتقة الساين يا استاذي كوساين للواي في مشتقة الزاوية واي برايم اذا شو مشتقة الساين كوساين نفس الزاوية نزلت واي في مشتقتها واي برايم يساوي مشتقة الثاني مشتقة الثاني يا استاذي سيكنت تربيع الاكس في مشتقة الاكس واحد هيك الحمد لله اوجدنا مشتقة اولى اعلى مشتقة عندي هي المشتقة الثانية بروح باشتق كمان مرة وهنا ما تنسى انها حاصل ضرب اقترانين والله كثير للأسف من طلاب الثاني ثانوي العلمي ما بيميز انه هاي حاصل ضرب اقترانين لاحظ تعنقرأها كوساين الواي ضرب واي برايم ان بينه انه حاصل ضرب اقترانين الاول كما هو كوساين الواي في مشتقة الثاني واي ضرب برايم زائد الثاني كما هو واي برايم الان بدي اشتق الاول مشتقة الكوساين سالب ساين هاي السالب حطنا هان سالب ساين الواي في واي برايم طب هاي واي برايم بدل ما تكتب واي برايم هنا بامكاني اخط قوس واعمل تربية لاحظ لانه صار عندنا شوية خبرة مشت الامور الان سي كنت تربيع الاكس هذا نوعه مركب خبيث تمام كيف باشتقه هذا بالاصل اصله سي كنت اكس الكل تربيع شوف كيف باشتقه الاثنين بتنزل القوس كما هو سي كنت اكس قوة واحد الان بدي اشتق اللي جوه القوس طب السي كنت من النواسخ شو مشتقته سي كنت اكس تاني الاكس لحد اللحظة هاي الحمد لله امورنا مية بالمية نرتب مسألتنا شوي ونجيبها لجاي شوي بصير عندي استاذي واي ضبل برايم مضروب في كساين الواي ناقص واي برايم تربيع مضروب يا استاذي في ساين الواي يساوي اثنين سي كنت في سي كنت بعطيني سي كنت تربيع الاكس ضرب تاني الاكس هان مربط الفرس تاني الاكس استاذي هي نفسها ساين الواي هاي هي يا استاذي لعبة السؤال اثن تاني الاكس هي نفسها ساين الواي لحد اللحظة هاي الحمد لله امورنا ممتازة واضع السؤال بحكي لي اثبت ان تان الواي طب انا عندي هنا ساين الواي كيف بدي اياها تصير تان الواي لازم اروح اقسم هذا الطرف هاذا ترا compliqué كساين الواي بتروح بانزل واي برايم ناقش واي برايم الكل تربيع ساين الواي على كساين الواي رح تنزل تان الواي يساوي ثنين سيكنت تربيع الاكس ساين الواي على قساين الواي بعطيني تان للواي لحد الآن أمورنا مية بالمية تان واي عندي هان وعندي هان تان واي بقدر أسحب هاي لهانا وأسحب تان الواي عامل مشترك بالله خليني أجيب هالهان واي ضبل برايم يساوي لما أنقل هاي لهانا رح يصير عندي واي برايم تربيع هي كانت سالب بس نقلتها موجب مضروبة في تان الواي يساوي ثنين عفوا زائد ثنين سيكنت تربيع الاكس في تان الواي الآن بدي أسحب يا أستاذي تان الواي عامل مشترك فبتنزل واي ضبل برايم تساوي تان الواي عامل مشترك ضرب شو ظل عندي هان ظل عندي واي برايم تربيع زائد اثنين سيكنت تربيع الاكس كلام جميل أنا بدي تاني الواي لحالها بقسمة الطرفين على واي برايم تربيع زائد اثنين سيكن تربيع الاكس وهانا بالمثل واي برايم تربيع زائد اثنين سيكن تربيع للاكس الآن هاي مع هاي يا جميل الملامح بتروح شو ظل عندي في هذا الطرف ظل عندي في هذا الطرف تاني الواي يساوي شو عندي في هذا الطرف واي ضبل برايم على واي برايم تربيع زائد اثنين سيكن تربيع للاكس هيك هل انتهى الاثبات نعم مية بالمية انتهى الاثبات وعملية الجمع عملية تبديلية اذا لاحظ المثال الرابع تصنيفه من اقوى مسائل الاثبات اذا الطالب هاي الفكرة ما صورها ما اتقنها صراحة بالامتحان بتمر عليه نشوف مع بعض هذا المثال واضع السؤال بقول لي اثبت ان المشتق الاولى الحمد لله رب العالمين واضع السؤال محترمنا ومقدرنا وبقول لي بعد اذنك طلع لي بس المشتقة الاولى الان اول شغلة بصراحة هانا جذر وهانا جذر وهانا ثابت لما يكون هانا عندي ثابت نصيحة مني ربع الطرفين الان لما بدي اربع الطرفين هانا بدي احط تربيع يا استاذي وهان بدي احط تربيع كيف بربع الطرفين الاول تربيع بطير الجذر بتنزل X على Y نفس الاشارة بتنزل زائد اثنين بدي اضرب الاول بالثاني يعني جذر X على Y ضرب جذر Y على X زائد هاي هنا الاول تربيع نفس الاشارة نزلت اثنين بالاول بالثاني زائد الثاني لما اربعه بطير الجذر Y على X العشرة لما اربعها بعطيني 100 كلام جميل الان طبعا واضع السؤال بحكيلي X لا تساوي صفر وY لا تساوي صفر ولازم يحكيلي انه X اكبر من صفر والY ايضا اكبر من صفر X على Y زائد استاذ ليش لازم يعطيني هذول المعلومتين لانه الجذور توزع على الضرب والقسمة اذا كانت معرفة الاثنين بتنزل جذر هاي جذر X في Y X Y على Y في X يا عمي هاي Y X زائد Y على X يساوي صفر X على Y Y على X بعطيني واحد جذر الواحد واحد في اثنين اثنين بصير X على Y زائد اثنين زائد Y على X يساوي يا أستاذي كم يساوي مية الان موجب اثنين بنقلها للطرف الثاني فبصير عندي X على Y زائد Y على X تساوي مية ناقص اثنين ثمانية وتسعين هيك والله نوعا ما المسألة أسهل للاشتقاء يلا اقتران على اقتران المقام Y في مشتقة البسط واحد ناقص البسط X في مشتقة المقام Y برايم على المقام تربيع زائد برضو اقتران على اقتران المقام كما هو X مشتقة البسط Y برايم ناقص البسط كما هو Y مشتقة المقام واحد على المقام تربيع الثمانية وتسعين عدد مشتقة صفر لحد اللحظة هاي الحمد لله الأمور عندنا ممتازة الآن وضع السؤال شو بحكيلي أثبت أن المشتقة الأولى تساوي لازم أطلع المشتقة الأولى لحالها شو بروح بعمل بروح بعمل توحيد مقامات يلا نوحد Y في X تربيع بعطيني X تربيع Y ناقص أستاذ هل هذا الحل الوحيد لا في أكثر من طريقة لكن أنا ممكن خطرت ببالي هاي الطريقة الآن Y في X تربيع X تربيع Y ناقص X تكعيب في Y برايم زائد هاي زائد يا أستاذي نطول المقام شوي Y تربيع في X بعطيني يا أستاذي X في Y تربيع في Y برايم زائد هاي زائد Y تربيع في سالب Y برايم يعني سالب Y تربيع Y برايم كل المسألة على X تربيع في Y تربيع يساوي 0 على 1 لما أضرب ضرب تبادلي خلص هذا المقام بروح الآن بقدر أخذ من البسط أستاذي اللي هي Y برايم عامل مشترك لاحظ عندي Y برايم بقدر أخذها عامل مشترك بس هاي Y تربيع في Y هاي عفوا تعطيني Y تكعيب Y تربيع في سالب Y Y تكعيب الآن بقدر أخذ من البسط Y تربيع عامل مشترك خلينا يا أستاذ نرتب هالمسألة يلا نرتب ها هنا إذا في مجال فوق بالله نرتب هنا بل يكون الوضع يعني أوسع شوي شو عندي هان X تربيع Y هاي X تربيع Y كويس ناقص X تكعيب Y برايم زائد X Y تربيع هاي X Y تربيع Y برايم هاي Y برايم ناقص Y تكعيب كله كم يساوي يساوي صفر الآن بخلي هذول لحال فبصير عندي X في Y تربيع Y برايم هذا الحد ناقص X تكعيب Y برايم تساوي هذا بنقله بصير موجب Y تكعيب وهذا أيضا بنقله ناقص X تربيع في Y الآن بدي أسحب Y برايم عامل مشترك لما أسحب Y برايم هاي Y برايم عامل مشترك شو ظل عندي ظل عندي X Y تربيع ناقص X تكعيب طب شو عندي بالبسط Y تكعيب ناقص X تربيع في Y يلا نكمل يلا نكمل وتساوي بسط مقام بقدر أسحب Y عامل مشترك شو بظل هان عندي Y تربيع ناقص X تربيع بقدر أسحب X عامل مشترك شو بظل عندي Y تربيع ناقص X تربيع هاي مع هاي بتروح إذا ناتج الإثبات كم يساوي في النهاية Y على X خلينا الآن نشوف مع بعض فعلا واضع السؤال بحكي أثبت أنها تساوي Y على X الحمد لله رب العالمين لاحظ لحد الآن إحنا مشينا في خمس أسئلة إثبات مهمة نشوف هذا المثال جدا سهل أثبت أن المشتقة الثانية نوجد أول إشي مشتقة أولى بعدين الله بفرجها خلينا نشوف مع بعض F إبرايم لل X المشتقة الأولى اقتران على اقتران كلام جميل المقام كما هو X تربيع في مشتقة البسط بدي أخذ البسط على جنبه وأشتقه لأن X مشتقته واحد على X كلام جميل المقام في مشتقة البسط ناقص البسط اللي فوق لأن X في مشتقة المقام مشتقة المقام 2X الآن نشوف مع بعض المقام كما هو في مشتقة البسط البسط كما هو في مشتقة المقام على المقام تربيع يعني X قوة 4 وبقدر أرتب يا أستاذي X تربيع في 1 على X رح تعطيني X ناقص لن X مضروبة في 2X كل المسألة على X قوة 4 X مع قوة 4 بتروح بتنزل بالمقام عندي X تكعيب صار عندي المشتقة الأولى تساوي 1 ناقص 2 لن X على X تكعيب هاي المشتقة الأولى لسه أنا بدي مشتقة ثانية F W للX تساوي برضو اقتران على اقتران المقام X تكعيب المقام X تكعيب في بدي أشتق البسط الواحد مشتقة صفر الناقص بتنزل الاثنين بتنزل الن واحد على X يعني سالب 2 على X هاي المقام كما هو في مشتقة البسط ناقص البسط كما هو طب أستاذي شو هو البسط البسط هو واحد ناقص اثنين لن الـ X في مشتقة المقام ثلاث X تربيع كل المسألة على X تكعيب تربيع يعني X قوة 6 بقدر أسحب X تربيع عام المشترك بصير عندي الـ X تربيع عام المشترك وتحت X قوة 6 زي ما هي شو بظل هان عندي الآن أستاذي هاي أصلها مقام ها واحد فهي أصلها X تكعيب في سالب 2 يعني هاي كلها نحكي أنه أصلها سالب 2 X تكعيب على X يعني بالعربي سالب 2 X تربيع أخذنا X تربيع عام المشترك شو بظل عندي بظل عندي سالب 2 كلام جميل الآن ناقص هاي ناقص هان أخذنا منها X تربيع شو بظل عندي أستاذي بظل عندي واحد ناقص 2 لن X هاي مضروبة في 3 ويساوي X تربيع مع X قوة 6 بتروح بصفي عندي بالمقام X قوة 4 الآن سالب 2 بتنزل 3 في 1 بعطيني 3 ناقص 3 ضرب 2 بعطيني 6 لن X ويساوي الآن عندي دخول سالب سالب 2 ناقص 3 بعطيني سالب 5 سالب في سالب موجب 6 لن X كل المسألة على X قوة 4 هيك أنا بسط المسألة بأبسط صورة خلينا نشوف واضع السؤال شو بده واضع السؤال لاحظ بده إياها حرفيا 6 لن X ناقص 5 على X قوة 4 إن نلاحظ أستاذي الحمد لله رب العالمين لحد اللحظة هاي مسائلنا بالإثبات قاعد ما مشين شوية شوية بهدوء والحمد لله الأمور ممتازة نشوف الآن السؤال السابع سؤال رقم سبعة برضه فقط بده مشتقة أولى إذن هذا والله واضع السؤال محترم منشتق بحكي D Y على D X يساوي أول ما أشوف لن بشطب لن وبحكي مشتقة ما داخل لن على إيش أستاذي على الداخل نفسه يعني واحد زائد X على واحد ناقص X إذن مشتقة ما داخل لن على الداخل نفسه كويس هسا بدي أشتق لجو لن بلاحظ إنه عندي جذر تربيعي أول ما أشوف جذر بعمل بسط ومقام كويس القائد بتحكي لي مشتقة اللي جو الجذر على اثنين في الجذر نفسه هاي اثنين والجذر نفسه واحد زائد X على واحد ناقص X الآن بدي أشتق اللي جو الجذر اقتران عاقتران المقام كما هو واحد ناقص X ضرب المقام في مشتقة البسط واحد ناقص البسط كما هو واحد زائد X مشتقة المقام سالب واحد كل المسألة على المقام تربية واحد ناقص X الكل تربية والله يا أستاذ يا إياد إحنا هيك صارت الأمور شوي صعبة عنا طيب ما في طريقة ثانية ابشر في طريقة ثانية لكن هاي الطريقة إذا أنت حاب تشتق على طول الآن خلينا نرجع لهذا المثال نرتب أمورنا أستاذي ونشوف كيف بالله نرجع يا أستاذي من البداية الآن ركز معي أنا بهمني الطالب يعرف يشتق كمان مرة Y مشتقتها يا أستاذي D Y عدي X تساوي أول ما أشوف لن بشط باللن بسط مقام مشتقت الداخل على الداخل نفسه يا عمي هذا اسمه الداخل فوق بدي مشتقت الداخل طب تحت بدي الداخل نفسه هاي هي قاعدة اللن طب الداخل نفسه الجذر التربيعي 1 زائد X على 1 ناقص X كويس فوق أنا بدي مشتقت الداخل يعني بدي أشتق هذا الشيء أول شغلة بلاحظ إنه جذر تربيعي طب الجذر التربيعي بسط مقام فوق مشتقت ما داخل الجذر تحت على اثنين ضرب الجذر نفسه هيا عمي اثنين وهي الجذر نفسه 1 زائد X على 1 ناقص X فوق بدي أشتق اللي جو الجذر يعني بالعربي خلص إنسى الجذر بلاحظ إنه جو الجذر اقتران على اقتران المقام كما هو مشتقة البسط 1 ناقص البسط كما هو 1 زائد X مشتقة المقام سالب 1 كل هاي على 1 ناقص X لكل تربية كويس D الواي على D X يساوي بسط مقام منيح الآن خلينا نرتب أمورنا أكثر تحت عندي أنا 1 زائد X على 1 ناقص X جوه الجذر كلام جميل الآن هاي هنا خط البسط والمقام الأصلي اللي هو موجود هنا الآن طبعا بقدر أقلب هذا المقام على هذا المقام فشو بتصير اثنين في الجذر التربيعي لواحد زائد X على 1 ناقص X مضروبة في 1 ناقص X الكل تربية البسط بده جزء بسيط ترتيب يلا الرتب 1 ناقص X في 1 1 ناقص X سالب في سالب موجب شو بيظل 1 زائد X سالب X وموجب X بروح مع بعض شو بعطيني بالبسط بعطيني بالبسط 2 الحمد لله 2 مع 2 بتروح وتساوي شو ظل عندي بالبسط 1 وتساوي 1 على 1 شو هاي الآن 1 ناقص X الكل تربية الآن أنا بدي أضرب هذا المقام في المقام طب ما هذا الجذر نفس هذا الجذر جذر في جذر بطير الجذر 1 زائد X على 1 ناقص X طب هاي شو مقام هاي أيضا 1 الآن ويساوي البسط عندي 1 طب المقام 1 ناقص X الكل تربيع طب هاي مش فرق بين مربعين يرضى عليك 1 ناقص X هاي مع هاي بتروح شو بصفي عندي بصفي 1 ناقص X في 1 زائد X 1 ناقص X تربيع وهو المطلوب بإذن الله إذا نلاحظ المثال السابع من الأمثلة الجيدة نشوف الآن مثال ثمانية حبينا ننهي فيه الحصة وهو مثال يا أستاذي جدا سهل إذا نلاحظ مسائل الإثبات ما في طريقة بتصبت طريقة لا ما في طريقة أسرع وطريقة اللي بفرق معك ثواني فقط بين مثال ومثال فأنا اللي بدي إياك منه أسهل طريقة للطالب هي أول طريقة تخطر ببعا للطالب خلينا نشوف بالله هذا المثال عندي مشتقة أولى بروح بشتق والله الواي مشتقتها واي برايم يساوي حاصل ضرب اقترانين الأول X قوة N في مشتقة الثاني لن X واحد على X زائد الثاني كما هو لن X مشتقة الأول N X قوة N ناقص واحد طبعا حيث أن N عدد صحيح موجب Y برايم يساوي X قوة N هي X قوة N على X زائد الآن هاي عبارة عن N X مضروبة في N هاي N برا مضروبة في X قوة N ناقص واحد لحد اللحظة هاي الأمور ممتازة هاي Y برايم واضع السؤال بقول Y برايم اضرب لي إياها في X شوف شو بصير إذن بدي آجي هاي المسألة كلها أضرب هان في X وأضرب هان في X هنا بتصير X Y برايم الحمد لله رب العالمين الآن هذا الحد بدي أضرب ه في X X مع X بتروح بنزل X قوة N زائد هذا الحد بدي أضربه في X ال-N رح تنزل لن X بتنزل X قوة N ناقص 1 في X قوة 1 عند الضرب تجمع الأسس فبتصير X N ناقص 1 زائد 1 تعطيني X قوة N بقدر أصحب الآن X قوة N عامل مشترك أستاذ لو سمحت بالله يوضح لنا على جنب هان شو صار تابع معي أنا عندي يا أستاذ لنفترض A في B في X تربية في C كل هاي مضروبة في X أنا لاحظ رح أنزل ال-A وال-B وال-C وأضرب ال-X تربية في ال-X لأنه عند الضرب تجمع الأسس مش بضرب ال-A بال-X وال-B لا 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 نهائيا طب هان شو اللي عملت ال-N نزلت ال-N X نزلت X هاي ترى دير بالك هذا مقدار محمي دير بالك تضربه أو تطرحه X قوة N ناقص 1 في X عند الضرب تجمع الأسس X قوة N عام مشترك بظل فيها A1 X قوة N عام مشترك بظل N لن X هل هو المطلوب X Y برايم جاهزة X قوة N لأ أنا ساحبها عام مشترك مش ساحبين عام مشترك بسيطة برجع بوزعها فتساوي X قوة N زائد هنا X قوة N عام المشترك فتصير N في لن X في X قوة N وتساوي X قوة N زائد هي X قوة N زائد N هي يا أستاذ ال-N مضروب في Y طب شو هي Y هل هذا المقدار كامل هو نفس Y نعم يا أستاذ من نص السؤال شوف Y ماذا تساوي Y تساوي X قوة N في لن X وهو المطلوب إذن هيك الحمد لله رب العالمين حصتنا اليوم حصة جدا مهمة أخذنا فيها فكرتين متى أشتق باستخدام اللوغاريتم وبعض الأفكار البسيطة يا أستاذ على الإثباتات هيك لحد اللحظة هاي أمورنا بتكون يا طلابي مية بالمية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة